موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين حياكم الله أحبة الكرام في برنامج الإسلام سلام وتسامح يا أحبة الكرام إذا كان الجزاء هو رغبة كل إنسان أن ينال ثواب عمله فإن الكريم سبحانه وتعالى هيئة نزولا لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إنها الجنة أيها الكرام إنها الفردوس الأعلى درجات تترقى وتصعد بالإنسان إلى حيث تنقطع فهوم وعلوم البشر وتتوقف المدارك والتصورات والتخيلات والتهيئات فلا يستطيع الإنسان أن يتصور ذاك النعيم الأبدي الخالد يقول ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه العظيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم الجنة أيها الأحباب أيها الأعزاء الجنة يفوق وصفها كل تصور وكل ما يخطر على بال الإنسان لأنها عطاء ملك الملوك سبحانه وتعالى سأل موسى ربه سبحانه وتعالى عن أدنى أهل الجنة منزلة وليس فيهم دني ولكن رجل هو آخر من يدخل الجنة وقد أخذ الناس منازلهم أخذ أهل الجنة منازلهم في الجنة فيتعجب هل بقي لي مكان وقد امتلأت الجنة هل سأجد منزلا وقد امتلأت درجات الجنة وغرفها وامتلأت جنباتها ودرجاتها فيقول له الله عز وجل أن يرضيك أن تكون ملك من ملوك الدنيا أعطيك عطاء ملك من ملوك الدنيا يقول رضيت يا رب يعني ماهم صدق على نفسه أن يدخل الجنة فماذا بعد ذلك إذا كل هذا النعيم الذي هو يعرفه والذي يستشعره والذي عاصره في الدنيا فيفرح أشد الفرح بهذا العطاء فيقول له لك مثل ذلك لك مثل ذلك ومثله 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 وفي الخامسة يقول رضيت يا رب رضيت أضعاف أضعاف والأضعاف هناك ليست كأضعاف الدنيا ليست المضاعفات على حساب الدنيا المضاعفات على ما فوق يتصوره الإنسان لأنه عطاء ملك الملوك جل جلاله ربنا العظيم سبحانه ثم يقول ربنا سبحانه لك ذلك وعشرة أضعاف ذلك حتى الأضعاف لا تكون بمقاييس الدنيا قال موسى عليه السلام فمن أعلاهم منزلا من اللي يا رب اللي تعطي أعلى الدرجات قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي الله سبحانك يا رب هؤلاء عطاؤهم لا يستطيع الإنسان حتى في الجنة هم يتعجبون النعيم الذي يتراء لهم ليس هو هذا المقصود فحسب بل ما خلف هذا النعيم وما فوق هذا النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لحظات الجنة أحبة الكرام في الحياة الأبدية السرمدية الخالدة الباقية التي لا تفنى ولا تبلى شبابهم دائم حياتهم لا موت فيها صحتهم لا سقما فيها لا يمرضون ولا يسقمون بل طعامهم لا يتغوطون ولا يتفلون لا يبصقون ليست لهم مفرزات كأهل الدنيا ولا تعرق كتعرق أهل الدنيا يتحول الطعام إلى جشاء يتحول العرق إلى رشح كرشح المسك الطيب الذي يتعطرون فيه ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقود المسك وقود الطيب يعني نحن نأتي بالخشب ونحوله إلى فحم ثم نأتي بقطعة صغيرة من العود ونضع العود فوق الفحم حتى نحصل على لحظات من هذه الأبخرة وهذه الأدخنة المعطرة فكم تسمو النفس وتستنشق الأنوف وتستلذ بهذه الرائحة الطيبة حتى نجد هذه الرائحة من الزيوت العطرية ماذا يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم وقود مجامرهم الألوة يعني الفحم اللي يستخدمونه للطيب وللعطور الفحم هو ذاك العود اللي أنتم تستنشقونه وتستلذونه مع فارق التشبيه فألوة الجنة وما أدراك ماهي يا أحبة الكرام عندما نقرأ هذا الجزاء العظيم تهون مصائب الدنيا ولحظات الصبر على العبادة وعلى الصيام وعلى الجوع وعلى العطش فعما قليل ستستريحون أيها الأحبة عما قليل ستمضي ستون عاما سبعون عاما تسعون عاما مع الألم مع المرض مع الفراق الذي يحصل في الدنيا للأحبة مع المصائب التي تحصل فالدنيا هي دار الامتحان الدنيا هي عنوانها كما قال ربنا سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا كيف أنا أستطيع أن أتعامل مع هذه الأمور خلق الله سبحانه وتعالى هذه الدرجات وهذا النعيم حتى تشتاق الأنفس إلى حياة لا موت فيها حياة لا مرض فيها وهي الحياة الأبدية لا فيها مصائب ولا ابتلاءات ولا امتحانات ولا يبقى من هذه العبادات الدنيوية إلا ذكريات يتذكرها الإنسان في الدنيا الإنسان معرض للفقر للحرمان للجوع بل إن الإنسان يا أحبة الكرام تحت عنوان ليبلوكم أيكم أحسن عملا قد يختبره الله حتى بالصحة بالقوة بالشباب بالعافية وقد يختبره الله عز وجل بالمال والأمن والاستقرار فانظروا يا أحبة الكرام ما أنتم فاعلون أمام هذا الامتحان حتى تجتاز هذه القنطرة اليوم نحن نستطيع أن ندرك عالم الآخرة حصلت قصة أمام أعيننا ثم انتهت بدون خاتمة ما رأيكم بهذه القصة؟ حصل هذا معي أحبة الكرام وأنا ألقي كلمات لأبناء الطلبة في المدرسة طلاب الابتداء خطر في بالي أن أضرب لهم مثلا فذكرت جزءا من قصة والله إن الأطفال أبناء التاسعة والعاشرة ما أذنوا لي أن أغادر الفصل حتى طلبوا مني أن أكمل القصة ما قيمت القصة بدون نهاية؟ الظالم لا يجد عقابه والمحسن لا يجد جزاءه ثم هكذا تطوى الصحف حاشا لله فإن الآخرة هي دار الجزاء يا أحبة الكرام وهناك الملف الأخير واللحظات الأخيرة التي يختم فيها للإنسان فإما جنة عرضها السماوات والأرض وإما نار تلظى والعياذ بالله فلماذا أختار الأسوأ والأظلم؟ لماذا أختار الحياة التي فيها شقاء أبدي والعياذ بالله؟ إن العقل ليدعو الإنسان إلى الإيمان بالجنة والسعي إليها ليلة نهار فما عند الله خير وأبقى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا إن الذي يفكر بأن التقوى سبيل المتقين إلى الجنة سبل الجنة معروفة يا أحبة الكرام امتحان المنهاج معروف في مدرسة واضحة الجنبات والمناهج والمعلومات لا يوجد شيء مخفي ولا يوجد شيء مجهول بل إن ربنا سبحانه وتعالى عندما أسرى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن آمنا بك يا سيدي يا رسول الله وصدقناك واتبعناك فكل ما تخبرنا به حصل وتحقق وخصوصا يا أحبة الكرام من يعيشون في هذه السنوات وهم آخر الأجيال وأواخر العوالم التي تقترب أكثر وأكثر من يوم القيامة زادت أدوات الإيمان وزادت آليات التصديق عندنا نحن في آخر الزمان الذين جئنا وبيننا وبيننا رسول صلى الله عليه وسلم ألف وخمسمائة عام أدوات الإيمان أصبحت أسهل وأيسر لماذا؟ لأن الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم جله تحقق فإذا كان لك صديق أو لك أخ أو لك أستاذ وأخبرك بتسعة وتسعين قضية ومسألة وقصة وحكاية وتحققت كلها رأي العين الأطباء يقولون هذا الإنسان صادق والعلماء يقولون ورواد الفلك رجعوا بأخبار كم من الصناعات والصواريخ والمركبات الفضائية طارت إلى السماء ورجعت بمصداقية ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو بقيت قضية واحدة يا أحبة الكرام بقيت قضية واحدة لهذا النبي العظيم ألا وهي أحوال القبر أحوال البرزخ أحوال عوالم الآخرة وما سيحصل للإنسان فنحن نقول آمنا بك وصدقناك يا سيدي يا رسول الله وإن على الموعد معك على الحوض إن شاء الله تعالى ونسأل الله عز وجل أن نرد حوضك وأن نشرب منه يا سيدي يا رسول الله وأن تسقينا بيدك الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نضمأ بعدها يا رب العالمين وأن نحشر تحت لوائك وفي زمرتك وفي صحبتك وفي أمتك في جنة الفردوس الأعلى جيرانا على سرر متقابلين نعم المولى أنت يا ربنا ونعم المجيب والحمد لله رب العالمين فاصل ونعود حياكم الله أيها الأحبة الأكارم في برنامج الإسلام سلام وتسامح ومع دار السلام فالجنة من أسمائها دار السلام لأنهم يأمنون فيها ويدخلونها بأمن وسلام فمن أرادها فليعش هذه الحالة الإيمانية العظيمة في سلم مع نفسه ومجتمعه ومع العالم فلا يؤذي أحدا ولا يتطاول ولا يتكبر فإن الأخلاق الحسنة هي سبيل دخول هذه الجنة الأخلاق الحسنة أحبة الكرام هي ثمرة من ثمرات العبادات وملازمة الطاعات والتقوى والإيمان بالله سبحانه وتعالى حتى يستطيع الإنسان أن لا يغضب وأن لا يتكبر وأن لا يتجبر وأن لا يظلم العباد وأن لا يتطاول عليهم فإن الجنة هي دار هؤلاء المحسنين الصادقين في معاملاتهم وفي تواضعهم وفي تعاونهم مع الآخرين إن أعظم أسباب دخول الجنة الإيمان بالله سبحانه وتعالى ذاك الرجل الذي جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام ومات قبل أن يعمل أي عمل ما كاد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخلت يد ناقته في جحر جرذ ومات ذاك الآخر أيضا جلس الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن أمام أناس دخل الإيمان في قلبهم ما سجد لله سجده ومات وهم مؤمنون قال عمل قليلا ونال كثيرا إنه لمن ملوك الجنة قال عن الآخر مات صاحبكم جائعا قالوا كيف عرفت يا رسول الله قال رأيت الملائكة تسرع إليه بثمار الجنة فتدسها في فيه ما تجائع ملوك الجنة هؤلاء الذين يصلحون ولا يفسدون المتواضعون المخلصون في أعمالهم الذين يعبدون الله بإخلاص الذين يتقربون إلى الله بالأعمال وبالعبادات ويبحثون عن كل موضع يرضي الله سبحانه وتعالى أن يجدك مولاك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك هذه الحالة التي يجعلها الإنسان ميزان ومقياس لحياته بر الوالدين من أسباب دخول الجنة بل أعلى درجات الجنة كما أننا قرأنا عن قصة النفر الثلاث أولئك الذين تدحرجت الصخرة وخرجوا يمشون كناحدهم يبر والديه ولا يأكلوا قبلهما ولا يجلسوا ولا يأتا حتى يقدم لهم أسباب الرعاية الصحية وأسباب الرعاية من غذاء ودواء وطعام يا أحبة الكرام رأى النبي صلى الله عليه وسلم صوت قارئ يقرأ في الجنة فتعجب من مقام هذا القارئ وإذا هو حارث بن النعمان الذي بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى مقعده من الجنة قبل أن يموت بماذا يا أحبتي؟ كان يخفض صوته عند والديه ويصيخ إليهما ويرعاهما ويتفقد صحتهما ما يحتاجان حتى من غسيل الثياب وتنظيفها وتنقية ما يحتاجون من رعاية جسدية وتقديم المعونة المالية وإذا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسمع صوت هذا الصحابي الجليل في الجنة سمع خشخش في الجنة قال فالتفت عليه الصلاة والسلام وإذا بدف نعلي بلال رضي الله عنه فسأله عن أرجى عمل يعمله قال يا رسول الله ما عندي أعمال كبيرة أنظر أنها تؤهلني للجنة إلا أنه كلما انتقض وضوء توضعت وصليت ركعتين فكانت هذه بشارة وسنة لنا أحبة الكرام بأن نصلي هذه الصلوات ونحافظ عليها الرجل الذي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أركان الإسلام الخمسة احفظوها أحبة الكرام أركان الإسلام الخمس تدخل الجنة وقد جاءت في أحاديث صحيحة ومكررة ومؤكدة ثوابها الجنة ثوابها الجنة ثوابها الجنة حتى قال السائل والله لا أزيد على ذلك قال أفلح إن صدق أي أنه سيدخل الجنة إن أتى بالأركان الخمسة أركان الإسلام الخمسة هذه من موجبات دخول الجنة بوعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أسباب دخول الجنة أحبة الكرام ربما يستغرب بعض الناس ولكن هذا عطاء ملك الملوك سبحانه وتعالى من صلى لله في اليوم الليلة ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة طبعا قد يقول القائل يعني فقط 12 ركعة طيب 12 ركعة هي ملحقة بالفرائض يا أخي إذن أنت حافظت على الصلوات الخمس وحافظت على الرواتب الملحقة بالصلوات الخمس ركعتان قبل الفجر أربع ركعات قبل الظهر ركعتان بعد الظهر ركعتان بعد المغرب ركعتان بعد العشاء سبب من أسباب دخول الجنة فقط بيت في الجنة تأمل إلى البلاغة الموجودة في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا معي أحبة الكرام إذن من الذي حافظ على النوافل الذي حافظ على الفرائض من الذي أخذ البيت في الجنة وأين موقعه هو ليس خارج الجنة وهذا البيت والعياذ بالله ليس في النار إذا كان عندك بيث في الجنة من أجل هذه الصلوات فما بالك بما يحيط بك من النعيم ثم كيف صفت هذا البيت البيت أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحدث عن خيمة في الجنة درّة لؤلؤة واحدة مجوفة ستون ميلا في السماء اليوم يتحدثون عن عقد ثمنه كذا وكذا ويتعجب الناس وهذا حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أهديت له جبة سندس فكان الناس يلمسونها ويتعجبون فيقول لهم الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا تتعلق قلوبهم بحطام الدنيا وحتى يلفت نظرهم إلى ما هو أثمن وأغلى وحتى يسعى الناس إلى الحصول على ما هو أفضل من ذلك فلا يتوقفون أمام هذا الشيء الفاني أتعجبون منها أي مليونتها ورقتها ونعومتها من الحرير لمناديل سعد في الجنة ألين منها أحياناً يارد على بال الإنسان أسئلة عن بناء الجنة عن عطرها عن مسكها عن سكان الجنة شباب مرد أعمارهم ما بين الثلاثين لا أعمارهم حوالي الثلاثين أي في عنفوان الشباب لهم شباب لا يبلى الجمال لا تسأل عن رتبة الجمال وبهاء الجمال وعن صفات الجمال في وجوه أهل الجنة وجوههم نور يتلألأ النور من وجوههم ويتناثر النور من وجوههم طول الواحد منهم ستون ذراعاً على طول أبيهم آدم عليه السلام لا يسقمون ولا يمرضون يا أحبة الكرام الدعاء ثم الدعاء ويجلس أهل الجنة في مشهد عظيم في مشهد رهيب بعد عناء الدنيا جاء وقت الاستراحة جاء وقت الجزاء فيقول اثنان من أصدقاء الدنيا أتذكر يوم كذا يوم كنا في الدنيا وخفنا على حالنا ندخل النار وجلسنا نذكر قلنا والله أعمالنا قليلة يعني ما ممكن أن نتأهل كلها الدرجات والمنازل فكان ختام دعائنا إن كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم الحمد لله أني ما ضعنا ومشينا وراء فلان وفلان اللي كان مصيره في الدركات والعياذ بالله في العذاب والعياذ بالله فيا رب لك الحمد إنك استجبت دعائنا في تلك الجلسة في تلك الصحبة ونحن تعال يا أحبة الكرام في هذه اللحظة وليس ذلك على الله بعزيز لنرفع كف الضراعة إلى الله ودقول يا رب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول أو عمل يا رب ندعوك بالجنة لنا ولإخواننا وأحبابنا وأصدقائنا وكل من عرفناه ولم نعرف ندعو بهذا الدعاء العظيم فيقولوا ما لك ولك بمثل فنسأل الله أن يجمعنا جميعا في الجنة على سرور متقابل مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى جيران مع رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم المولى أنت يا ربنا ونعم المجيب والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة